احتج صباح الاثنين مقر ولاية البويرة عمال عقود قبل التشغيل في وقفة سلمية المطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل إنصافهم في قضية الإدماج في مناصب عمل دائمة كما طالبوا أيضا باحتساب سنوات العمل في التقاعد وبتعويض بأثر رجعي ميكروفون خالد شدار ميكروفون خالد شدار ميكروفون خالد نداء أولا لكل عمال عقود قبل التشغيل من مبدأ الكرامة يوقفوا معنا هنا هذا من أجل الدفاع على حقنا قاعدك قمنا بوقفات كل يوم اثنين رانا هنا أمام مقار الولاية حتى يشوفوا الحالة تعنا ويجبوا يدمجونا نحن كل مرة نجل هنا يستقبلنا رئيس ديوان الوالي أن نسلمونه المطالب تواعنا ويقول لك فالله أنا نبعثه ورأنا نبعثه ورأنا نبعثه ورأنا نبعثه ورأنا نسلمه وفرد نتمنى لكل هذه الاتحاد فيما بينهم قبل الوصول إلى الوزاري أن هذا المطالب لا يمكن أن تحقق من فرد ترجمة نانسي قنقر